طبعا هنا حتت الأونرايا على قهلة المصريين اللي خليتها شركة أونر بخلف الجهاز يمكن هنا شركة أونر بدأت تقول لك أنه شوف عضلاتنا قد نستعرضها بصناعة هاتف فلاقشب حقيقي نعم اليوم أنا أتكلم لكم على الأونر 30 برو بلاس اللي هو بنسخة 5G اللي إلى الأسف أنه ما أجب شكل رسمي موجود عندنا بالعراق ولكنه المواصفات اللي موجودة بهذا الهاتف بطلة إذا خلينا أبحق للمنافسة مع هواتف تطرح بهذا الوقت على الرغم من أنه هذا الهاتف هو توقع نزلوية الـ P40 Pro Plus خلونا نتعرف على هذا الهاتف بهذه الحلقة أول شغلة الهاتف يجيب على البك كاملة وأعتقد أنه بالمستقبل رح نتمنى نشوف أنه على البك كاملة وبداخله الشاحن والكبرات وغيره شكرا شركة أبل على هذه المساهمة الكبيرة اللي ساهمت هنا هنانا الهاتف بصراحة يأخذك العالم ثاني من خلال لغة التصميم اللي اعتنت به بشركة أونر بأدقة تفاصيل هنا أنا أتذكر لكم أنه عندنا فريمة من الألمنيوم ظهر الهاتف من السيراميك المشنفر اللي ما يترك بصمات واجهة عبارة عن شاشة منحنية الأطراف كل هذه التفاصيل هي بجسم هاتف هيكلي بوزن تقريب 190 غرام فقط يعني الوزن جدا خفيف والنحافة جدا عالية ومسكة الهاتف جدا مريحة إذا جاءت حتى تستخدم هذا الهاتف تعليقاتي على التصميم بروز الكاميرات بالخلف هو بروز جدا اعتيادي ما كفت شي مبالغ به ما تواجه مشكلة داخلية الهاتف على سطح معين وبالأكثر إذا لبست الحافظ الخاص اللي يجي داخل العلبة نفسه عدنا سماعتين موجودات بالأعلى وبالأسفل ما سماعتنا على كثير أجهزة أجهزة اليوم تجيب أسعار هي تتجاوز إلى 800 دولار ولكنه ما كفت صوت محيطي دائما السماعة اللي تكون بالأعلى هي مو نفس كواليتي السماعة اللي تكون بالأسفل يعني الدول السبيكر ما يشتغل بصورة صحيحة ولكنه هنا السماعة اللي موجودة بالأعلى هي أعلى من السماعة اللي موجودة بالأسفل ذكرني بأجهزة السوني نفسها الشي الحلو أكثر إنه عندنا شاشة منحنية الأطراف على الجوانب اللي تحسسك إنه الفخامة الحقيقية عندما تمسك مثل هذا الهاتف زائد إنه بأعلى يسار الهاتف عندنا ثقب يحتوي على كاميرتين أو كابسولة بالحقيقة الكاميرا الأساسية ليها 32 ميجا بيكسل والكاميرا الثانية للزاوية العريضة 8 ميجا بيكسل الشاشة هنا هي من نوع الأوليت ستأتي بحجم 6.57 إنش مستحودة على 29.8 من مساحة الواجهة الفعلية للشاشة وأقدر أقول لكم إنه هنا ما عندنا حواف موجودة على الجوانب والحواف اللي موجودة بالأسفل وبالعلى فتشي جدا نحيف وجدا خفيف الدقة هنا 1080x2432 كثافة البيكسلات هنا تقريب 392 بيكسل بالإنش معدل تحديث الشاشة أو الرفرش ريت اللي موجود هو 90 هيرتز مع وجود بصمة داخل الشاشة بصمة جدا سريعة بصمة بطلة معنى الكلمة ولكنه ينقص هذا الهاتف الفيس اي دي كل اعتمادة على الفيس ان لوك والفينجر برينت اللي موجودة وهنا نحن خلصنا من الشاشة اللي بصراحة لا تعليق على الألوان ودرجة السطوع اللي موجودة وتناسق الشاشة مع حجم الهاتف نفسه خلينا ننتقل للأداء الأداء هنا يقول عندنا معالج من كيرن 990 هذا المعالج بصراحة استعملنا على كثير من الهواتف وشوف أنه واحد من المعالجات اللي ثبت وجوده وبجداره واللي للأسف انه نحن نعيب هذي السنوات اللي قادمة وممكن ما نشوف هذا المعالج المعالج هنا رح يجي مع كورتكس او مالي موجود هو 76 جي 76 اكيد من الشغلات اللي ساعد هذا الهاتف على الاتزان اكثر طبعا المعالج هنا بتقنية السبعة نانومتر من الشغلات اللي ساعد هذا الهاتف اكثر انه هنا عندنا عشوائية يأما 8 جيجا بايت يأما 12 جيجا بايت مع هارد موجود للتخزين نفسه هو أما 256 أما 128 اكيد اذا وكرنا LPDDR5 اللي موجود اللي تضطيك سرعة جدا عالية بنقل البيانات نفسه واشوف انه سرعة الهاتف بصراحة اليوم اذا جاني نحن تنقارن بكثير هواتف ممكن بعض الاحيان يتفوق وممكن بعض الاحيان يكون على نفس طبقة السرعة نفسه يعني سلاسة الهاتف بصراحة ما رح تواجه بها اي تموانات الكاميرات هنا اربع كاميرات موجودة حقيقية كاميرا اساسية تأتي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة 1.9 زائد الكاميرا الثانية للتقريب اللي في خمسة اللي هي رح تأتي بحجم الثمانية ميجابيكسل فتحة عدسة 3.4 كاميرا عدنا ثالثة للزاوية العريضة رح تكون فتحة عدسة او الشي 16 ميجابيكسل عفو فتحة عدسة 2.2 والكاميرا الامامية 32 مع الثمانية هذه الكاميرات حرفيا ستنطيك كل الاحتياجات من زائد انه وضعية التقريب الحقيقية الزاوية العريضة زائد التقريب اللي هو ممكن ينطيك للماكرو او التصوير الاماكن القريبة متواجه معاناة عندما تصور باغلب الظروف حتى اذا ما حاب انه انت تاخد الوضعية المناسبة للاضاءة نفسه هنا انا هتحاول هذه الكاميرا تعدلك الاضاءة اللي موجودة ان شاء الله تليلاحظتن انه عندك تصوير المزدوج متعوم عندك تصوير 4K بنطاق 30 فريم بالثانية الـ Full HD هنا بنطاق 60 فريم بالثانية والكامل الامامية هي قادرة على تصوير 4K المثبت البصري او الـ IOS اللي موجود هو ميكانيكي والكتروني يساعدك بشكل جدا كبير على التخفيف الاهتزاز اللي موجود حتى تطلع لقطات جدا عالية طبعا خلنا ننتقل هناك الاخر شيء ممكن نركز عليه هو اعتاد الشحن اللي موجود والطاقة هنا البطارية اللي موجودة على هذا الهاتف حتى اكون منصف واقعي اكثر ممكن يكون حجمها شوي اقل من المنافسات 4000 ميلي ام بير كنت اتمنى اشوفه الـ 4200 الـ 4500 ولكنه هذا الشيء يساعدنا بشكل جدا كبير حتى يكون حافة الهاتف هي خفيفة زائد انه بنفس الوقت ممكن خفة اللي وزن الهاتف نفسه لانه نحن في حجم البطارية يكون من شاء الله اللي يثقل لنا الهاتف نفسه هنانا عدنا شحن سريع هو بقدرة الـ 40 واط شحن عكسي بقدرة الـ 27 واط او اللاسلكي موجود زاد انه الشحن العكسي بقدرة الـ 5 واط مع منفل شحن Type-C اليو 3.0 شغلات اضافية موجودة هنا انا عدنا الـ IR بلاستر اللي موجود به على الهاتف اللي تقدر تتحكم بالجهاز كـ Control باغلب الهاتف قبل لاني الحلقة هذا الهاتف يجي بدون خدمات جوجل كل اعتمدت على موبايل هواوي سيرفزز او هواو موبايل سيرفزز يعني خدمات هواوي بينقوسيا وانا شخصيا ثبت تطبيقات جوجل طريقة جدا بسيطة والان قدرت استخدم خدمات هواوي وقدرت استخدم خدمات جوجل بدون اي مشاكل حتى اكون واقعي معاكم اكثر هاتف جدا بطل على جميع المعايير وعلى جميع القياسات نتمنى شركة اونر تشد حيلها بالـ V40 Pro القادم ونشوف انه هاتف تحففة فنية من شركة اونر جديدة واللي هنا ننتهي حلقة نلتقى بحلقات قادمة في امان الله اشتركوا في القناة